وشوقاه حبيب الله وشوقاه الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم على سيدي محمد وسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهبين أما بعد فكانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل في المكان المعروف إلى الآن في مكة وكان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت الدار بيده وبيد ولده أي ذو بيده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف الثقفي الذي هو أخ الحجاج الثقفي فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجت الخيزوران أم الخليفتين موسى وهارون العباسيين فعند ذلك رأت أن تجعله مسجداً فجعلته مسجداً يصلى فيه وأخرجته من الدار وأشرعته في الزقاق التي في أصل تلك الدار يقال لها زقاق المولد ولا اختلاف في ذلك عند أهل مكة أهل مكة إلى اليوم يعرفون هذا المكان معروف عندهم وكانت أمه آمنة أتيت وهي حامل به يعني أتاها آت في رؤية وقيل لها أن تسميه أحمد ومحمد وعق عنه جده في السابع من ولادته وسماه محمداً أيضاً ألهمه الله فسماه محمداً فلما سئل عن ذلك وأنه ليس هو من أسماء آبائه أجاب بأنه أراد أن يحمد في السماء والأرض لأن محمداً معناه الذي يحمد كثيراً ولم يجمع أحد بين الإسمين يعني أحمد ومحمداً قبله ولدعى أحد من القليل الذين سموا قبله باسمه النبوة حتى تحققت له الصفتان صلى الله عليه وسلم من غير أن ينازعه فيهما أحد يعني تحقق له هذا الاسم محمد وأحمد وتحقق له أيضاً صفة النبوة صلى الله عليه وسلم وأول من أرضعه عليه الصلاة والسلام ثويبة جارية عمه أبي لهب أرضعته أياماً بلبن ابن لها يقال له مسروح يعني هي كان لها ولد ولدته يقال له مسروح بلبن ولدها مسروح أرضعته إلى أن يجد له أهله مرضعاً ترضعه على ما كانت العادة وقت ذاك لأن العادة في ذلك الوقت كانت أن يرسل الناس أولادهم ليرضعوا خارج مكة في صغرهم خوفاً عليهم من الأوبئة في مكة وكانت ثويبة قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد فهؤلاء الثلاثة نبي الله عليه الصلاة والسلام وحمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاع ثم قدم مكة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبنا الرضاع وكان بينهن امرأة يقال لها حليمة جاءت معهم تلتمس الرضاع قالت خرجت في نسوة أي مع نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضاع بمكة على أتان لي قمراء الأتان أنثى الحمار في سنة شهباء سنة شهباء يعني سنة محل لم تبقي شيئا ومعي زوجي ومعنا شارف لنا والله إن تبض علينا بقطرة من لبن شارف الإبل الكبيرة لا يخرج منها نقطة من لبن ومعي صبي لي إن ننام ليلتنا من بكائه يعني ما ننام إن ننام ما ننام من بكائه ما في ثديي ما يغنيه لأجل المحل الذي كان فيه والضيق والجدب ليس عندها لبن توضعه فلما قدمنا مكة لم تبقى منا مرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه كل المراضع اللواتي جئنا لأجل ذلك كلهن كنا يعرضنا عنه قالت وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه به يعني كم ستكرمني أمه إذا أنا أخذته فلم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه فأتيت فأخذته ورجعت إلى رحلي رحلي يعني مكان أغراضي حيث ننزل أنا وزوجي وأولادي فقال زوجي قد أخذته قلت نعم والله وذاك أني لم أجد غيره أخذته لأني لم أجد غيره فقال قد أصبت على الأقل أخذنا هذا الولد فعسى الله أن يجعل فيه خيرا قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري يعني وضعته حتى أرضعه أقبل عليه ثدي بما شاء الله تعالى من اللبن يعني كثير فشرب حتى روي وشرب أخوه أخوه من الرضاع يعني تعني ابنها حتى روي وقام زوجي بعد ذلك يعني إلى شارفنا من الليل ينظر هل في ضرع هذه الشارف لبن فإذا هي حافل ضرعها منتفخ من اللبن ممتلئ فحلبها من اللبن ما شئنا وشرب حتى روي وشربت حتى رويت وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء وقد نام صبياننا يعني وكان من زمن طويل لم يشبعوا ولم يرتهوا ولم ينم صبيانهم من الجوع قالت يقول أبوه تعني زوجها والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروي قالت ثم خرجنا أي راجعين إلى موطننا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون ويحكي كف عنا انتظرينا أليست هذه أتانك التي خرجت عليها فأقول بلى والله هي هذه هي لأنهم عندما خرجوا من بلدهم قادمين إلى مكة كانت تتأخر عن الرحل قالت حتى قدمنا منازلنا من حاضر بن سعد بن بكر إلى أن وصلنا إلى الموضع الذي ينزل فيه قبيلتنا فقدمنا على أجدب أرض الله يعني وصلنا إلى مكان ما فيه خضرة ما فيه جدب فالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا ويسرحوا راعي غنمي فتروحوا ترجعوا يعني حافلة باللبن وتروحوا أغنامهم ترجعوا أغنامهم جياعا هالكة ما لها من لبن قالت فنشرب ما شئنا من اللبن وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها فيقولون يعني أهل قبيلتنا يقولون لرعاتهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرحوا راعي حليمة يعني سرحوا مواشيكم حيث يسرحوا راعي حليمة فيسرحون في الشعب الذي تسرح فيه يعني ينظرون أين ترعى مواشية فيأتون بمواشيهم إلى الشعب الذي فيه مواشية الشعب هو مثل الطريق بين الجبلين أو مثل مجر الماء أو الوادي بين الجبلين فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن وتروح غنمي لبنا حفلا يعني مملوء باللبن حافلة وكان عليه الصلاة والسلام يشب في اليوم شباب الصبي في شهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة فبلغ سنتيه وهو غلام جفر غلام شديد صار يستطيع أن يأكل الطعام قالت فقدمنا على أمه فقلت لها وقال لها أبوه ردي علينا ابني يعني مضت السنتان العادة كانت أن تنضي إذا مضت السنتان أرجع الولد إلى أهله لكنهم كانوا يرجون بركته فقالوا لأمه ردي علينا ابني أرجعيه معنا فلنرجع به فإنا نخشى عليه وباء مكة قالت ونحن أظن شيء به يعني نحن لا نريد أن يخرج من بيننا مما رأينا من بركته قالت فلم نزل حتى قال ترجع به يعني أمه كانت لا تريد ألحى عليها حتى قبلت فرجعنا به فمكث عندنا شهرين قالت فبينا هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعياني بهما لنا البهم يعني الشياه الصغيرة إذ جاءنا أخوه يشتد مسرعا فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشي إلحقا أنقزا أخي قد جاءه رجلاني فأرجعاه وشقا بطنه فخرجنا نشتد يعني نركض فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه متغير لونه إذا كان الإنسان اهتم لشيء أو نحو ذلك يتغير لونه فيقال لونه منتقع فاعتنقه أبوه واعتنقته ثم قلنا أي بني يعني أخبرنا ماذا حصل قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأرجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعاه وكان الرجلان ملكين أحدهما جبريل عليه السلام والآخر ملكا ثانيا وكان عليهما ثياب بيض فأتيا بطسط من ذهب فأخذه جبريل فأرجعه فشق بطنه عن قلبه فاستخرج منه علاقة سوداء فطرحها وماها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسلا بطنه وقلبه ثم أعاد قلبه في مكانه ولا أمشق يعني سده أرجعه كما كان أرجع أحد الطرفين على الآخر ثم قال أحدهما للآخر زنه بمئة من أمته فوزناه بهم فوزنهم يعني رجح ثم قال دعه فلو وزنته بأمته لوزنها أي لأنه أفضل منهم جميعا عليه الصلاة والسلام قالت حليمة فاحتملناه ووجعنا به قالت يقول أبوه يا حليمة ما أوى هذا الغلام إلا قد أصيب يعني أنا أظن أنه أصيب في عقله فانطلقي فلنوده إلى أهله تعالي نرجعه إلى أهله قبل أن يظهر به ذلك فنتهم بالتقصير قالت فرجعنا به فقالت يعني أمه ما يردكما به استغربت أمه وقد كنتما حريصين عليه فأخبرتها فقالت لا شيء حليمة قالت لا شيء نحن كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه ثم خفنا عليه الأحداث فقلنا يكون في أهله أمه ما صدقتها قالت والله ما ذاك بكما فأخبراني خبركما وخبره فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها بخبره قالت آمنا فتخوفت ما عليه كلا والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه إني حملت به فلم أرى حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة في بلاد الشام ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان بل وقع واضعا يديه بالأرض رافعا وأسه إلى السماء تعاه توكاه عندي والحقا بشأنكما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب صل عليه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وشوقه حبيب الله وشوقه